السلام عليكم ورحمة الله كل سنواتون طيبين نبتدي بقى نعمل أفكار للعيد وتوزيعات نحط فيها العدية نحط فيها بمبوني فأنا هنا استخدمت ورق الفوم نلون ده اللواء اللامع في جليتر ممكن كمان نستخدم العادي اللواء مفوش جليتر أنا قطعت هنا قطعة مستطيلة عرض 6 سنتي وطول 30 سنتي وعملت القطعة تانية مقاس 1.5 سنتي في 30 سنتي والقطعة المستطيلة الكبيرة دي تانيتها من كل جانب سنتي كده بالطريقة دي تانية الأطراف ولزقتها بمسادس الشمع ونتنيها كويس وندغط عليها كويس عشان التانية تبقى مزبوطة بالشكل اللي احنا شايفينه ولو فكت برضو نزود معنا مسادس الشمع لازم يكون مسادس طبعا صخني جدا عشان يلزق كويس وما يفكش وعملت بالطريقة الجهة التانية نفس الطريقة وهنا تانيتها نصي نقد بعض بالزبط كده وضغط عليها كويس وجيت بقى من عند الطرف ولزقتها برضو بمسادس الشمع بالشكل اللي احنا شايفينه عشان نعمل اللي هو شكل منحانة بتاع القلب وده الشكل اللي المفروض احنا نصل نقوله دلوقتي بقى نعمل القاعدة بتاعت القلب انا الاول عشان بدل ما نقص شكلين قلب لأنا عملت بالطريقة دي ان انا حطيت على قلب نفسه شمع وبعد كده حطيته على قطعة الفوم وبعد كده قصتها يبقى ده الشكل اللي هو القاعدة بتاعنا قصتها كويس وشلت الزيادات كلها عشان ما تبقاش بينا بالشكل ده هي سهلة خالص طريقة سهلة جدا وده الشكل النهائي اللي هو القاعدة بتاعته طيب هنعمل ايه بقى من فوق هنرسم شكل قلب بالطريقة دي بقلم كده على الظهر الفوم وبعد كده نقصه نزبط الشكل القلب واحنا بنقصه هيفرح بيها قوي الأطفال ان شاء الله ممكن نقدمهم فيهم العادية البنبوني أفقار حلوة ممكن كمان نستخدمها للتوزيعات للسبوع والأفراح برضو هنا بقى نجيب القطع اللي هي المستطيلة التانية اللي احنا كنا قصناها في الأول ونبتزي نعمل الغطب بتاع العلبة بالشكل ده على طرف القلب ونفضل بقى نحط المساعدة الشامع كده ونلزق كويس نخلي بالنا إن الشامع السخن طبعا ولأ عشان ينزق حل ما يفكش منه يا رب الفكرة دي تعجبكم يكون سهلة عليكم إن شاء الله بسيطة ويا ريت اللي أول مرة يشوف القناة يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصل لكل الفيديوهات وطبعا مستني قرأكم وملاحظاتكم في التعليقات أنا جبت بقى هنا شريط منستان عشان نداري الفاصل بتاع الغطب ونزين به بالطريقة دي عشان نداري الشكل يبقى شكله حلو وجبت بقى ورد ممكن ورد في يونكا نزين به الغطا هنا جبت كده فرع كان عندي فرع شجر كده قديم جبته لزقته وحطيت فيه وردة عشان نزينها بالطريقة دي ده الشكل النهائي اللي أنا وصلت له سهل قوي بسيطة جدا جدا مش تاخد أي وقت وعملت كزا لون معايا هنا بقى هنعمل الفكرة دي حلو قوي جبت قطعة مستطيلة وقصتها كده تانيتها ورسمت عليها الشكل كده نص الفراشة كده بالطريقة دي كده ان احنا شايفينها سهلة جدا جدا مش محتاجة فني يعني أي حد ممكن يعمل ممكن أطفال كمان يجربوا معايا ونقصها بالشكل ده وهنعمل فتحتين كده صغيرين وما نقصش جامد بحيث ان احنا ندخل المصاصة منها وتبقى معايا شكلها حلو قوي قوي والأطفال هيفرحوا بيها جدا جدا ممكن كمان نكتب على ظهر المصاصة كده كل طفل بالاسم بتاعه وده شكل نهائي يا رب الفيديو يكون خفيف كده وسهل وان شاء الله نعمل أفكار برضو كتيرة قوي للعيد وتوزيعات كتيرة للعيد برضو وكروت فتابعونا وان شاء الله استنوا كل جديد من فيديوهاتنا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة